بداية قوية لمعرض القاهرة الدولي للكتاب بأرض المعارض في القاهرة الجديدة والحقيقة تاني يوم من الدورة الخمسة وخمسين وشفنا في اليوم الاول حوالي تقريبا ربع مليون زائر لمعرض الكتاب والناس بقى فيه مشهد كده حلو داخلين بشنة صفر للمعرض وده هنا اقتصاد موازي داخل معرض الكتاب الحقيقة الناس بتستنى المعرض من السنة للسنة علشان يروحوا يختاروا الكتب اللي بيحبوها ويجبوها ويشتروها والحقيقة انه بقى فيه عدد من دور النشر والسنة دي والسنة اللي فاتت فيه تخصصات يعني انت لو عايز الكتاب الفلاني هتروح دار النشر الفلاني خلاص الناس بقت عارفة بقت عارفة الخريطة جوة ماشية زي خريطة دور النشر المختلفة والفعليات الثقافية الحقيقة اللي احنا في زحام ثقافي لهذه الفعليات القوية جدا ويمكن حضرتكم كنتوا بتتموا معنا التقرير وشايفين البداية كانت عاملة ازاي وبالتأكيد هنتكلم ونفهم ايه اللي بيحصل في معرض الكتاب من فعليات ثقافية وكل الايام اللي جاية ومسألة يعني اقتصادية الثقافة وازاي معرض الكتاب بيوفر للبلد الامن الثقافي وده الحقيقة فارق ومهم بالنسبة لكل الاجيال وكل الاسر المصرية هنعرف مع حضراتكم كل ده من ضيفنا اللي انوارنا في الستوديو استاذ محمد نبيل الكاتب ورئيس الادارة المركزية للنشر بالهيئة العامة للكتاب مساء الخير على حضرتك مساء الخير على حضرتك ومساء الخير على مصر كلها جميل وانا في الانتظار احب بارك الخبر الجميل لحضرتك قلتي وصعود منتخب فلسطين لدور 16 زينا كده ما صعدنا الحمد لله في كأس افريقيا ربنا بقى يكرمنا في اللي جاي ويكرمهم أخبار سعيدة طبعا نخش في المعرض حضرتك صغط عنوان جميل جدا اولا الاستقافة انطلق من امرين الامر الاول صغطه مع الوزير الاستقافة الاستوزة الدكتورة نيفيني الكلاني عندما قالت ان معرض الكتاب هذا العام وهذه الدورة ستكون فارقة في تاريخ معرض الكتاب في مصر ونحب نقف قوي عند النقطة دي لان القادم ممكن يوضح معناها الامر التاني وهو السلوجن او الشعار اللي خديته وزارة الثقافة لمعرض الكتاب وهو نصنع المعرفة نصون الكلمة نقف قويس قوي عند الكلمتين دول هو فعلا معرض ان شاء الله هيكون فارق لان احنا بدأنا بداية قوية جدا اكتر من ربع مليون مصري وعربي وغربي كان في معرض الكتاب في اليوم الاول في الساعات الاولى البوابات بتتفتح على زخم من ضيوف معرض الكتاب الارقام لها واقعياتها السحرية يعني زي جابي كده او مركيز اللاتينية امريكا اللاتينية كان يشتهر بالواقعية السحرية تعالوا نشوف سحر الارقام عندما نتحدث عن ان مصر تنظم معرضا للكتاب هو رقم اتنين على مستهر العالم ممكن نقول انه زمنيا رقم اتنين لكن فعلا هو رقم واحد لان احنا عندنا اكبر دور نشر اكبر عدد احنا عندنا 1200 نشر زيادة عن السنة اللي فاتت 153 نشر عندنا 70 دولة زيادة عن الدورة 54 العام الماضي باكتر من 17 دولة فيها وده بتأكيد لي عوائد اقتصادية على النشرين وعلى زوار المعرض اللي جاي 5250 عرض شوفي الرقم عامل ازاي طيب تخيالي بقى ان مصر اصبحت سوقا رائجة لصناعة النشر وصناعة الكتاب وبالتاني صناعة المعرفة على مستوى الاقليم العربي على مستوى نصف الكرة الجنوبي الكل يستهدف معرض الكتاب